لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وإنا إليه راجعون وأفرض أمري إلى الله إن الله مصير للعباد صلى الله عليك يا مولى يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين ما خبر الله من تمسك بكم أمن من لجى إليكم سادتي يا بار الرحمة ونجاة الأمرة يا غريب يا رضون كرم لا يبعلي عبثت وجوه القوة خوف الموت والعباد فيهم ضواحكم متبسمون قلب اليمين على الشمال وخار في الأوصاة وغاط في الأوصاة يحضن في الروت ويحطوه وتنام الفضل الفوارس نقطة فرعا وشد ثباتهم أن يهزموا ما كردوا بعث ما كردوا بعث له متقدما إلا وفرراتهم المتقدمون صبغ الخيول بالنحي حتى هدى سيان أشجى اللونياء والأدهر وراشد ثغطانا على ملومة إلا أحل بها البلاء المبرو بطل تورث من أبيه شجاعة بطل تورث من أبيه شجاعة فيها عنوف بل فلالة ترهمه أعتشتك العطش الفراط معنده وبطدر فعدته الفراط المفعم عرف المراع لا تفيد بمعشره ثموا عن النبأ العظيم كما عمره ودرور السيد قتما بطائمه الصغير وعلمته في غير في غير طائمة السماء لا أقصر لولا القبى لمحى الوجود بتيفه فلذلك عندما أدخلت الرايا على يزيد ذلك الجريء على التين تعجب ثلاثا قائلا لبيت اللعن أعفاد يقول هاي الرايا أنا شايف بمكان يقول جني شفتها بيك حذر يا وطفين جني شفتها بيك حذر يا وطفين يحمل على أهل الشام بأشمال ويمين وشيالة ضل عليتهم قولوا منين قالوا حملها بول فضل حام ضعين هاي تشوف صلاة علينا يوم جانا ضيق علينا الواسع وغيم زمانا وفال تدخل في الغادرية من دمانا مثل الأسد ستد مسالك نعلي وبين ابتنادي يا جمال العشمية عزي يا خو ردك البار علي وبس ما صرف دلد النواح الغاضرية دع لان تاك النور يصطع من جبي عزي ويلي قبل الشريعة والقلوات نهوم جوال طاضب يمين وترث جاية فولا شرق ما ويدوال قبل ابن النبي ما يرترخ شاية جاية جاية فنتر العطاية شباب يذكي ولا وطول علينا بدود وتعانى شعائي هاية ضول علينا فتار وتعانى شعائي موت جددت والخير جاية حمال مضار مهم انك عزي انك خاط من الاتنا ونحل عنا يا عشاب تمزج الجيال وعند هرداك المهار خرب درمة اعمال وحدين بلت شاكتها من بعد عينها اعمال كبده فهدرت والعباس عين ملك الشريعة لا والله بمجرد ان دخل المشرع وكبده كان متفتتا من الضمأ واذا به يخاطب نفسه يا نفس تشربين حسين عطشان اطفال الحسين عطاشة يتدورون من العطش ومن الجوع وبموترون يا نفس تشربين تتقدمين على الحسين يا نفس من بعد الحسينون وبعده لا خيرا تكون هذا حسين وارد المنون وبعده وتشربين بارد المعيني أيها اتما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقيني لم يشرب العباس قطر من ذلك الماء ظلب الضمساق العطاشة وطلع بالجود اقرأ 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 ايات استحي والرعوز تمطر ولدمه مدهو الطفاة كرتنا خلجيش وحسين انت خوصا يعني الحسين دخل يساعد العباس في المعركة العباس من جهة والحسين من جهة كرتنا خلجيش وحسين انت خوصا عباس باليمنى وابوسكنا بالشمال صبا على العسكر من البردين زلزا وانك البصد خيه ورفيه في العلم نشا شوصف عائلهم بالكوفان لاثنين شن الزلازل نازل على الكيف صار شن الصراعب من عزم عباس وحسين عابت ملازم او خلت حامة الميدان شمس النبوة الحسين يعني شمس النبوة وذمرها عشم يوم عشور شدوا سحات من الكتايب والسمة نور دار الفلك بيه وتلاذ النور من بالنور احتضنا وطلع الزينب ترحب بالأخوان مرحبا بك يا أبا الفضل مرحبا بك يا أبا عبد الله أخذت زينب القرب من عند أخيها العباس جاءت بها إلى الأطفال وأطفال عطاشة وشايفين ماء تدافعوا على القربة هذا متعلق في أذيال عمته زينب وينادي عم العطش قتلني تلك الصغيرة تقول العطش قد كالظني بينما هم كذلك ازدحموا على الحوراء انحلوا كالقربة وإذا بمائها قد أريق على الأرض اتصور أطفال عطاشة وشايفين ماء على الأرض يسوون هذا يوبع صدر على الماء وهذا يوبع خد على الماء وهذا يقول لها عم زينب أنا ما شربت ماء قولي لعمي العباس جيب ماء بينما زينب تسكت الأطفال وتهدئهم وإذا بأمرأة تحمل طفلا رضيعا قد أقبلت نظرت إليها زينب وإذا بها الرباب جاءت بعبد الله الرضيع وقد دلع لسانه على شفته قالت لها يا زينب شوف الطفل شوف عبد الله الرضيع بموت وأني ما أتحمل صدقني أم لكن أنا ما أقدر أشوف ابني على الحالة ليش ما تقولون إلى العباس يجيب إلينا ولو قليل من الماء للأطفال على الأقل إحنا نساء نقدر نصبر أخذت زينب الطفل أعطته سكينة جاءت سكينة تتمشى وإن رايحة رايحة إلى أبي الفاضل عم بالفاضل عم عباس أيهون عليكم أن نموت عطشا طالع طالع أخوي الرضيع حشوب شلون دالع لسان يا عام لم يتحمل العباس نرا سكينة وأخاها وهم سيموتون من العطش أجرك الله عند ذلك جاء العباس وقف أمام أخي الحسين قل لي يا حسين سكنة بطفلك المنهوق جاءتني يا حسين يا حسين سكنة بطفلك المنهوق جاءتني جاء العلسانة وحالتك والله شعبتني وحال العزيزة وحال أخوه شلون بني مجذب الرنى والربيع يدير عين هلت مدى معها هلت مدى معها سكينة أبصيحة تجي ودموحة تجري أنا ما أتحمل يا أبا عزي الله هلت مدى معها يا خعول الوثبة تحدى تعشوة قل لي يا عم ذا بحشان يا مدى هسن السيام والله ما يدمع وحنا يا أخوي الموت لها ذروازين قال لي يعني أنت مصمم اجيب الماء قال لي نعم اجيب الماء حتى لو قطعت يميني اجيب الماء حتى لو قطعت شمالي يا أبا عبد الله عند ذلك سمح له بالاتيان بالماء فلذلك أخذ سيفه حمل قربته وضعها على عاتقه قال له أخي حسين في أمان لا يمكن ما أرجع يا أبا عبد الله عند ذلك استوى على متن جواده آجركم الله همزه نحو الميدان عند ذلك وقفوا إليه وقفة رجل واحد عند ذلك حمل عليهم العباس فرقهم يمينا وشمالا مثل الزلازل مثل الزلازل من حذر تسمع رعيدة جد بختر مكيف ملاقى المتعيدة عد نرقب بسيفه وعزرعي الميدة قليت بظاهر العساكر شابت أهوار شرع الجبين وصارمة تذهب بأرصار عمر صرخة تذاك الجمع مثل الرحادة وقفاقة تطفوف الغاضرية وصاحة النار فالزمت لا تغمد البتار يا سردار برق الجيش من وشمالا نزل إلى المشرع ملأ القربى وضعها على كتفه خرج من المشرع استوى على متن جواده وإذا بهم قد أحاطوا عليه من كل مكان حتى لا يصل إلى المخيمات عند ذلك همز جواده وليضرب فيهم قدما قدما قلب الميمن ميسر والميسر ميمن والقلب على الجناحين والجناحين على القلب هذا وهو يقولنا ابن خواض الغمر على ابن منكس الرايا أعيون المسامي من ظهور الخيل شل جب حيث مدرع خطف والعسكر تضع وكل ما تراكم غيما نمريد شعشة فرات عدف الموت اللي قوين لبا عاجبت الله لا زال العباش يقاتل من ظر خذكين تلك خليلي أنا أكرب روحي نزم تقرر إياي لا زال العباش يقاتل تلك من له لعين من القوم ورده على يمين المنادي وعباسا وسيداه ومصيبتا أخذ السيف بشماله صار يرتجز قائلا والله انقطعتم يميني ينبي عحامي أبدا عن ديني وعمينا من صادق اليقيني نجل النبي الطائر الأليلي عجركم الله فانكمل له لعين آخر ورده على شماله وعباسا وطبا عباسا متحير يمينه وشماله تشخبان دماء بعد ذلك لا يدر ماذا يصنع كيف يعمله جواده نحو الخيام لأن الشكيم قد وقع من يد العباس فظل الجواد يتعثر حتى وقف في مكانه عند ذلك التفت ابن شعب إلى حرمل ابن كائل قال أما تنظر إلى عين العباس أخذ ذلك اللعين سهما مسموما وضعه في كلد قوسه فهو وقعه نحو العباس أصابه في العينه فله نادي وعباسا عند ذلك صارت السئة متتراشق على العباس كرش المطار بينما هو كذلك ينظر إلى السم بعينه اليسرى وإذا بسام وقع في صدره وتهد وقع في القربة يا شيعة لما نظر العباس إلى ذلك السم الذي وقع في عينه أراد أن ينتزعه ولكن ينتزعه بماذا العباس لا يمين ولا شمال عند ذلك أخل العباس رجليه من الركاب يعني شرده من ركاب الفراس أخلى رجليه من الركاب وضع راسه بين ركمته أراد أن ينتزع ذلك السم جاءه لعين من خلفه أعجبته الله ضربه بعبد على راشه وضربه المنادي وعباسا وشيدا ومصيبتا جناثر مخ العباس على الجوال فلما ضعفا عند ذلك سقط على الأرض ونادى بضعيف الصوت أخي حسين عليك من السلام إن قبل حسين عليه وصل إلى أخي وإذا به اللواء إلى جانب والقرب إلى جانب وقف عنده رآه لا يمين ولا شمال عينه مخزوف بذلك السهم المشروب رأسه مهضوق بالعمد نادى ألان كسر ضريب ألان شمت بعدو نادى أخي لمن اللي ما أعطي ومن هو جامعا جملي وفي ظنك الزحام يقيني قلت وعايا شايل برجي وعنى التربدور وعايا شايل برجي وعنى التربدور تتركبك زنات وصكناه وصكناه مخلدو وانا التربدور تتركبك زنات وصكناه ومخلدو يلي عن عيوني يا خيو يغسل الادمون باني يطينك يا ويعاني القضاحة يم النهر يا حسين طايح عباس يم النهر يا حسين طايح عباس من عدد ناحات الفخر والنعماش يم خدرت حامل حماية وطراس حصن اجطاها الزجراح بعد بجوك مبيعا طفح شذ الحادر على الملزومة شاف الدمر وارج البحر المومة نادى عليه دمعتي مسجومة صرت وحيد ما لعظيب وعياني كلامر وعا صرت وحيد ما لعظيب وعياني كلامر وعا هولت خويا نصيبتي باخواني يا قدنا الشابخ المال الثاني وانطاحتك شمتت علي ادواني شوف الجرام جم صم صوم تزحف علي مشرعا عيني العدو نامته ام من خوفه عيني الوديعه ساهره مطرخه زينب لوان جسمك يا اخوي الشوفا جبح الراس يا عباس تم مرجل تم جفعا جبح الراس يا عباس تم مرجل تم جفعا من سمع طاري هسجب ادماعه بل يغنوا تحمت علي اغلوها اغلوها وصاح لأسف قعبي تغل نفجوها اغلوها بروحها يا بعد الله خيش لهم تبقى بهم ويبقى لعبالم الله اسمه عشمه شال الصبت راسه وحطه بحجرة ثلاث مرات شال الصبت راسه وحطه بحجرة ردة ثلاث مرات فاج الابرات من اللي تصبر يا عزيز الزهراء خي احسين سهم العين بحجرة يريد اطلعا خي احسين سهم العين بحجرة يريد اطلعا شال السهم والقاصرة والنات شال السهم والقاصرة والنات وضمت قلبه وركف الدكات وحسين جرهم نوصف اجراحات احسين ذبح شام السجاء وحنا علي وادعا ذبح شام السجاء وحنا علي وادعا سجاء اخوه حسين على حالة حسين يم النهر مده ورجع يصفج الجبه يظهر زمانه وترجع ايامي بعد وقت عباس بعدك بم القيمة الناس مالذي لمن اللي وفقه الى الى اله لان الكلب يروفي وصل كربلا استقبله العباس وأخوته اعتنق حبيب مع العباس كل يبكي وينادي وحسينا رائما العقيلة زينب سمعت وشافت الحركات سيلت قلت منه جاي فقيل إليها هذا ناصر من أنصار أخيك الحسين تو قد وصل إلى كربلا قلت ما اسمه فقيل لها حبيب بن مظاهر الأسد قالت إذن أبلغوا سلامي إله قلوا إليه تسلم عليك عقيلة علي بن أبي طالب جاءوا إليه قلوا لها حبيب قالوا إليه تسلمك وتسلم عليك خليصة الحسين زينب وإذا بحبيب تجري دموع على خده ويقول من أنا ومن أكون حتى أتسلم عليها عقيلة علي بن أبي طالب قال أنا بعد روح أسلم راح ووقف بإزاء الخيمة وزينب مع النساء في الخيمة جعل ينادي يا زينب السلام عليك يا زينب قلت لحبيب عندي فرد كلام وياك قال لأقولي يا زينب فقالت إن أخي الحسين وحيد فريد ما عند الأنصار قليلة وأنت ترى أرض كربلة امتلت بالجيوش والعساكر فلا تقصر في نصرة الحسين فقال لها والله ما تركت حلائلي وأموالي ومنازلي إلا وأريد أن أنصر أخاك الحسين ثم صاح حبيب وحسين وإماما إلى أن صار وقت الصلاة فصاح الحسين عليه السلام يا ابن ساعد أنسيت شرائع الإسلام لقد حان وقت الصلاة خلنا نصلي وإذا بالحسين بن نمير التميم لعنة الله عليه يقول يا حسين صلي مع بدالك فإن صلاتك لا تقبل وإذا هذه الكلمات في مسامح حبيب فيقول إله حبيب بن مظاهر يا حسين بن نمير أصلاة بن رسول الله لا تقبل وتقبل صلاتك يا ابن الخمار أنت أعرف قدرك أنت أمك تشرب الخمر وتبيع الخمر وصلاة الحسين بن الزارة ما تقبل فاشتد الحسين بن نمير غيظاً وحنقاً على حبيب فأخذ السيف وجعل يرتجز ويقول دونك هذا السيف يا حبيب وأطاك ليس بطل نجيب كأنه من لمعي حليب وإذا بحبيب يجاوب يقول أنا حبيب وأبي مظاهر فارس هيجاء وحرب تسعر ونحن منكم في الحروب أصبر أيضاً وفي كل الأمور أغصروا إلى أن التقيا بضربات حاسمة فرفع حبيب السيف وضرب الحسين بن نمير ضربة قاسية بالسيف فأرداه صريعاً على الأرض ثم جاء له حبيب يريد أن يحتز راسه فانتفى أنقذه جماعة آجركم الله فجعل حبيب يقاتل القوم قتال من حاف الحياة ولم يرضى إلا بالممات قلب الميمنة على الميسرة والميسرة على الميمنة والقلب على الجناحين ويناديه السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله إلى أن قتل منهم مقتلة عظيمة دخل في أرساطهم خرج من أعرابهم خرج من أعرابهم آجركم الله فبينما هو يقاتل قتال المستميتين قتال من عاف الحياة ولم يرضى إلا بالممات إذ كمنى له رجل ملعون بالسف يقال له بديل بن صريم التميمي من عال غفقان وضربه بالسيف على راسه ألا منادي وحبيبا ألا منادي ومصيبتا فوقع حبيب من على ضأر الجواد يخوره في دمه وهو يناديه عليك من السلام يا أبا عبد الله تذلذلت أرض كربلا سمعت النساء في المخيمات جعلت نادي وحبيبا ومصيبتا وفجيحتا جعله رجل من القوم يحمل رمحا في يده فطعن حبيب برام لخافرته ألا منادي وحبيبا ألا منادي ومصيبتا فجعل يستغيث بالحسين أقبل الحسين وقف على جثته قال إنا لله وإنا إليه راجع ثم قال رحمك الله يا حبيب لقد كنت رجلا فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة ثم صفق الحسين بكلتا يده مناديا وحبيبا لا يحبيب يا ابيب يا ضرغام يا ناصر الإسلام يا حبيب يا ضرغام يا ناصر الإسلام الحسين ينعى على جسدي حبيب إن تصور نفسك تسمع الحسين ينعى على حبيب فتنعى معاوية يرحم الله هذه العبراء يا حبيب يا ضرغة يا ناصر الإسلام رأسك ترى ما أكتوح وعليك أنا ما أوجوح والدين باك ما أفجوح في الشارع والأحكام وحبيبا رأسك ترى ما أكتوح وعليك أنا ما أوجوح والدين باك ما أفجوح في الشارع والأحكام وعليك انكسر قلبي وعليك انكسر قلبي وعلم علي داربي شكوى إلى ربي من فعلاته الظل وحبيبه ومصيبته وعليك انكسر قلبي وظلم علي داربي شكوى الى ربي من فعلاته الظل عند ذلك قطعوا رأس حبيب وعلقوا بالجام الفرس ولما جاءت السبايا بالرؤوس الى الكوفة يقول الله قائد الفرس كنت امشي واذا بغلام يمشي اينما كنت وينظروا الى رأس حبيب كلما مشت الفرس تضربه بركبتها قال الي ذلك الغلام يا هذا هل لك ان تعطيني هذا الرأس فاشمه وأقبله قلت من يكون اليك صاحب هذا الرأس يقول فصرخ ذلك الغلام وقال يا هذا هذا رأس أبي حبيب أبي مظهر ثم انكب على رأس أبيه يقبله ويقول السلام عليك يا أبتا وإماما ثم جعل يخاطبه بهذه الكلمات قائلا إلا يا أبو اي دون حسين ام ضيعت المدات او خلتني يا أبو او اي دمع بخديس دون بالحاد اغطل جائت يا ياب دنيا وتعفرت في الهراء هادري يا دون مولا قصر الحظ وما نصار تواء زيناء وحبيباء قصر الحظ وما نصار هارت حسين ويا يا رك صدري قبر صدرك داست الخوين نلت المعالية او خطرت الكريمة بادماعك دونم دالاله يا الزهرة وحريمة في ستوب عيز ومرجلة لا تنظيمة جلب الحريم ميسر فوق المهاضي واصرخنا داو الدمع بالخاد وصدقت الوقع يبو يرجال يبو يرجال